بدي احكي بثلاث نقاط بالنقطة الاولى بالمسألة بمسألة الحضور والمشاركة والنصاب والمساء انا بدي ارجع اولا للدستور تقول انه المادة 49 من الدستور واضحة وقت المادة 49 بتقول نصاب التلتين بالتالي افترض المشترع بانه فيه تلت ممكن ما يحضر واشترط المشترع ايضا او افترض انه هذا التلت لما يحضر عنده اسبابه كذلك الامر بالمادة 65 من الدستور اللي بتتعاطى بمسألة الحكومة يعني بصلاحيات الحكومة وقراراتها كمان هناك تصويت بالتلتين لبعض المسائل واكتر من هيك بالطاقف وبدستور الطاقف دايما هناك ذكر لعملية التوافق واذا تعزر التوافق فنذهب الى التصويت بالتلتين هاي دي ويردي بالدستور شو منفهم من الدستورنا نفهم من دستورنا مثل ما صنفته كل دول العالم كل الفقهاء يعني فيه دراسات معمولة بلبنان وخارج لبنان تعتبر هذا الدستور كونسانسيال يعني توافقه وبالتالي مسألة التوافقية تعني بالتشدد بموضوع الكوروم يلي هو النصاب والتشدد بموضوع التصويت يلي هو يصل بعض الاحيان الى التلتين مش النص زيد واحد هذا بيعني انه هاي الامكانية عندما ترى جماعة او كتلة بانه حقوقها او حضورة او لأي سبب اخر اساسي وجوهري مهددة فيها تاخد هايك موقف اليوم عم نحكي بموضوع انتخابات بكرة فينا نحكي باوانين تاني نشوين حكى بمسالسة مين طرح مسالسة؟ عم ينحكى بقيادات عندها وزن وعندها حضور على المستوى الوطني وبالتالي التفاهم بين هذه القيادات قد يكرس المناصفة مش قد يكرس اكيد بكرس احترام الدستور والمساء اكتر بكتير من العشرين سنة يلي ما رأوا ترجع لموضوع المشارك والنصاب وبسأل كل يلي وعن جد عم نحكي بكل يعني رحابة صدر بالاربع وعشرين سنة الماضي هل القوانين الانتخابية النيابية ما اجت كلها بالنصاب؟ كانت مساقية؟ رؤساء مع احترامي لقلون بدون ما نكون عم نزم بحدا ولكن رؤساء اللي انتخبوا هل كانوا بيتمتعوا بالمساقية يلي هلأ زملائي حكيوا فيها؟ هل كان في حيسية مسيحية تنحكي بصراحة؟ لا وبالتالي كانت هالتوافقات اللي عم تحصل كانت اللي نحنا متخوفين منه باللحظة الاخيرة ان يحصل من دون ما يكون المرشحين الاقوياء او المطروحين الاقوياء اللي اندور بالتسمية بالدورة التانية او بالدورة التالتة او بالدورة الرابعة فاذا النصاب فيه يكون اداة ووسيلة لا يكون ليأمن شراكة فعلية بانتخاب رئيس جمهورية لانه بالعشرين سنة الماضي ما شفنا انه هذا النصاب يلي انتخب خمس مجالس نيابية كانت هالمجالس مسيقية ما كان النصاب مأمن وبينه فيه من بعد ما رجعنا يعني من بعد لالفين وخمسة قوانين الانتخابية كمان ايجت كلها بالنصاب التمديد ايجا بالنصاب ضرب المجلس الدستوري يعني بالاخر ما عرفنا كيف صار ولكن صار فاذا ما يعني ما نحكي بالموراقيات خلينا نحكي بالممارسة العملية ما حدا يزايد ع حدا بموضوع الرئاسة الرئاسة كلنا بدنا رئيس جمهورية مبارح قبل اليوم بس ما بدنا رئيس جمهورية على خلفية اللي حصل بالعربة وعشرين سنة الماضي وانه نحنا شغلتنا بس ننزل على مجلس النواب نقمن تقنية النصاب ويجي من ما يجي لا مش مسؤوليتنا نحنا ووكالتنا متل ما نحنا بنفهمها تجاه شعبنا وناسنا وجماعتنا جماعتنا يعني الجماعة مش جماعتنا بمعنى الاخر ايه بتفرض علينا انه نكون حريصين على ان نكون شركاء اساسيين فعليين بعملية صار عمره 24 سنة من الطائف لليوم مش قشعتنا بقى معلشي هيدا الموضوع هلقد حجمه هيدا هو السقف ما في شي تاني مسألة الفراغ ما حدا بده اياها ولكن نحنا بنشوف انه الوقت يلي عم ناخده ما عم بروح صدى هذا الوقت فيه كلام فيه عم بصير عمليات حوار وتفاهم بقلولك انه التفاهم بيلغي الديمقراطية بيلغيها ببلدان عم تتمارس فيها ديمقراطية مش بيلغيها ببلدان وبانظمي متلنا صار النا محرومين من هاي الديمقراطية مدرئة ده وباسم النصاب انه عملت كل المبيقات وكل المخالفات وكل التجاوزات وما حدا سأل عنا بقى انا بدي انطلق من هالموقف تقول نحنا جاهزين متلنا متل كل اللبنانيين اليوم بحاجة انه نرجع نبني مؤسساتنا على قصف سليمة بس نحنا بدنا نفهم شو عم بصير نحنا ما بدنا نكون جهود زور بكرا بجلسة باول دورة بيترشحوا فيها اتنين او تلاتة قوية او اربعة وبتاني دورة ما بنعرف شو بصير يعني ما علي رح استعمل رح استعمل يمكن تعبير ما بيستعملوا بزروف عادية كلكن بتعرفوا بخبرية الارنب بالتشريح في ارنب بالانتخابات ببعض الاحيان بيطلع لك ارنب لا نحنا ما بقى فينا نحمل ارنب نحنا بدنا نعرف وبدنا نشارك وهيدا اداة هيدا اداة هيدا وسيلة اللي بدوا يصدقنا يصدقنا واللي ما بدوا يصدقنا مش كلته نحنا مستعدين للحوار ونحنا منذكر بانه حرص بكركة على ان يكون هنالك اليوم رئيس بالمهلة الدستورية ما بيقل عن حرصة كمان ان يكون هنالك رئيس قوي ببيته وقادر على انه يخاطب الجميع وقادر انه يجمع اللبنانيين على رؤية مشتركة وهيدا ورد بقرارة مثل ما ورد ايضا مسألة تأمين الانتخابات ضمن المهلة الدستورية فازا لا تعارض ونحنا منفهم حرص البترك وحرص الكنيسة وحرص الجميع وحرصنا نحنا كمان ولكن خلونا نقول شغل سرقلنا 24 سنة عايشينا مش نجن فلسفة هلأ اخر خمس دقايق ونندم لست سنين جايين ويمكن هالمرة الندم راح يكون مش لست سنين يمكن راح يكون الى الابد هاي دي فرصة بدنا نستعمل هذه الوسائل الديمقراطية الدستورية حتى النهاية لكي نتوصل الى حل كلنا سوا نكون راضيين عنه ما حدا بده يفرض مرشح على حدا ولا حدا قادر يفرض مرشح على حدا اذا ما صار توفق على مرشح او اذا ما صار في اكترية موصوفة ما راح ينتخب مرشح من هيدا المنطلق حبينا نوضح وبدي اقول بس بموضوع المتالة يعني ما عليه انه هيدا الموضوع متالة وينحكى باقوياء ويمكن في غيرهم كمان هيدا ما بيعني ولا الو علاقة بالدستور ولا الو علاقة بالمساء وما بيعتقد لا سعد الحريري ما حفظ الالقاب ولا حسد نصر الله ولا ميشيل عون ولا اي حدا تاني يعني راح يفرض لا بدستورنا ولا بمساءنا وخاصة اذا عم نحكي اذا حدا شاكك بالتاني اذا عم نحكي بارادة مجتمعة بقى خلونا نطلع من الديماجوجي وخلينا نروح لحلول عملية فعلية حدا يحكينا بحل عملي وفعلي يؤمن شراكة فعلية بعد 24 سنة من الغياب عن المؤسسات وعن الشراكة الفعلية لقلنا نحن كلبنانيين وكمسيحيين ونحن الساعدة مستعدين نحكي لاحظة لاحظة في موقف للتكتل راح يصدر بهذا الموضوع باول اسبوع الاجهة وراح يحدد المسار بموضوع الفراغ ان على مستوى الحكومة او على مستوى النيابة يعطيكم العافية اشتركوا في القناة